أهلا وسهلا فيكم أصدقائي متابعين قناة ميتزوم وارجعنا لكم اليوم بمنحة جديدة ومميزة وفرصة لا تعوض للدراسة في إيطاليا منحة جامعة لويس في إيطاليا لدرجة البكالوريوس بداية أصدقائي بالنسبة لهذه المنحة تعتبر من المنحة المميزة لأنها مقدمة من جامعة إيطالية عريقة ومرموقة وأيضا مدعومة من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين طبعا درجة الدراسة في هذه المنحة هي درجة البكالوريوس تحتوي على التخصصات مثل إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية والصحافة والإعلام بالنسبة لهذه المنحة ستكون شاملة لرسوم الدراسة والكتب والتدريب بالنسبة للغة بالإضافة إلى مصروف شهري وسكن وتأمين صحي وبالإضافة إلى أنها تغطي تكاليف السفر والفيزا إلى إيطاليا خلينا نتعرف على الشروط اللي واجب توفرها لحتى نقدر نسجل على هذه المنحة أول إشيء لا يوجد عمر محدد وهذه تعتبر من الأشياء المميزة ثاني إشيء هي مقدمة لجميع الجنسيات من اللاجئين سواء كانوا في تركيا أو في الأردن أو لبنان أو العراق لازم يكون الشخص حامل لشهادة المفوضية شهادة إثبات اللغة الإنجليزية على الأقل بي تو وهنا ما بيشترطوا هما لا توفل ولا آيلتس أي شهادة لغة تثبت إيجادة اللغة الإنجليزية لمستوى بي تو مقبولة الحد الأدنى من المعدل للثانوية العامة هو 75% وآخر يوم لتقديم على هذه المنحة هو 31-3-2022 هلأ بنيجي لأ الأوراق والوثاق المطلوبة للتسجيل على هذه المنحة أول إشيء شهادة الثانوية العامة ثاني إشيء ورقة المفوضية جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر صالحة لمدة خمس سنوات بدنا ورقة مرجع وهذه الورقة تحتوي على بريد واسم ورقم هاتف لمعرف إما مؤسسة أو مدرسة أو أستاذ أو مدرس يشيد بأداءنا الأكاديمي ويمكن للمنحة الرجوع لهذا المرجع بحيث استخلاص منه بعض المعلومات والوثائق اللي ممكن تساعدهم في هاي المنحة خامس إشيء شهادة الإنجليزي اللي هي بي تو وإذا في شهادات أخرى مثل السات أو الأست برضو هاي بتكون من الأشياء المساعدة الحلو بالموضوع يا جماعة أنه نحن ممكن نرفق هاي الوثائق بعد ما ننقبل بهاي المنحة يعني بعد ما نحصل على القبول ممكن نرفق جواز السفر ممكن نرفق المرجع شهادة الإنجليزي شهادة السات والأي سي تي وإلى آخره أما للتقديم على هاي المنحة بيلزمنا فقط ورقتين أول ورقة شهادة الثانوية وورقة المفوضية بعد هيك إذا ترشحنا للقبول رح نرفق باقي الملفات ففي معنا وقت إنه نكون نحن نجهز الأوراق الثانية بداية أصدقائي ومن أجل التسجيل على هاي المنحة رح نتوجه على الرابط اللي موجود أسفل الفيديو بعد ما ندخل على الرابط رح نتوجه لهاي الصفحة رح ننزل لتحت ونكبس على apply now رح يأخذنا على صفحة من أجل إنشاء حساب على موقع الجامعة وبعد هيك من خلال هذا الحساب نحن رح نقدم على هاي المنحة فبداية أكبس على كلمة register وبعبي بياناتي الشخصية بعبيها وبرجع لكم طيب أصدقائي زي ما منشوف بالبداية رح يطلب مننا نختار الاسم الاسم الأول والاسم الأخير بعد هيك رح نختار gender سواء كان male أو female بعد هيك بالنسبة لتاريخ الميلاد رح نكبس على هاي الإشارة رح نختار أول شي السنة بعد هيك نختار الشهر بعد هيك نختار اليوم رح يختار أو رح يطلب مننا الكانتري اللي هي مكان الإقامة الحالية أنا موجود حاليا بالأردن فرح أسجل جوردن سواء كنت بالعراق أو بتركيا أو بلبنان فبتسجل المنطقة اللي أنت فيها بالنسبة للplace اللي هي المحافظة أو الموقع اللي أنت موجود فيه مثلا عمان بعد هيك الفيسكال كود بختار كلمة كالكوليت هو اللي حاله يعطينا كود خاص بالمنطقة اللي إحنا فيها رح نسجل عن طريق الإيميل الخاص فينا بنحط الإيميل مرة ثانية بنختار باسورد و بنكتبه مرة ثانية وبعد هيك نكبس على كلمة privacy و بنعطي sign in هون أصدقائي رح ينقلنا على صفحة التسجيل للدخول هيك نحن نكون سجلنا على موقع الجامعة ولكن في خطوة لازم نعملها نتوجه إلى البريد الإلكتروني اللي إحنا سجلنا فيه رح يكون فيه عندي رابط هذا الرابط مشان تفعيل الحساب رح أتوجه على الإيميل أفاعل الحساب وارجع نكمل بالتسجيل طيب بعد ما أعملت تفعيل للإيميل ببساطة هي عبارة عن وصول إيميل من إدارة الجامعة هاي الإيميل بيكون فيه موجود فيه كلمة click here اكبس هنا مشان يصير تفعيل للإحساب بعد ما عملنا تفعيل بنقدر نعمل تسجيل دخول بندخل إيميل وكلمة السر و بنعمل login هلأ نرجع من دخل أو منكمل إدخال المعلومات اللي هي مطلوبة مننا هون رح لاحظ أنه هو كاتب لي الاسم والاسم النهائي أو العائلة تاريخ الميلاد رح نكمل على الأشياء المطلوبة مننا هون رح يحكي لي بده يعرف إيش هي الناشوناليتي اللي هي الجنسية فأنا بحالتي رح أدخل Syrian Arab Republic اللي هي جمهورية العربية السورية رح ندخل هون رقم التليفون الخاص فينا ولازم يكون مبدوء برمز النداء الدولي مثلا بالنسبة للأردن اللي هي زائد 962 وهون إذا فيه رقم تليفون آخر برضو كمان من دخله مع رمز النداء الدولي رح نرجع ندخل إيميل خاص فينا نفس الإيميل ما في أي مشكلة هلأ بدون معلومات إقامتنا Country of Residence اللي هي مكان الإقامة الحالية مثلا أنا موجود في الأردن Place of Residence مكان الإقامة مادبة أو إربد أو عمان حسب مكان إقامتك العنوان برضو مادبة أو عمان ما في مشكلة Street Number اللي هو رقم الشارع Postal Code اللي هو رمز البريدي للمنطقة اللي نحن ساكنين فيها هلأ بيطلب معلومات عن عن المدرسة الثانوية شو هي البلد اللي درست فيها الشهادة الثانوية مثلا بحالتي أنا الأردن اسم المدرسة مثلا National School System يعني شو هي البلد أو المكان اللي أنت درست فيه الثانوية العامة مثلا أنا بحالتي في حسب نظام الأردن اللي هي جوردن خلنا نكتب نوع الشهادة هل هي باكالوريوس يعني توجيهي بالنسبة لهم في عدة شهادات مقبولة ضمن هاي المنحة مثل الامريكان هاي سكول ديبلوما الباتيلير الفرنش باكالوريت اللي هي الباكالورية الفرنسية وإلى آخره ممكن إذا ما أخذين شهادة دولية يعني توجيهي دولي فإحنا بحالتنا بنختار باتيلير الـ graduation year أي سنة أخذت الشهادة مثلا من عشرين وواحد وعشرين عنوان المدرسة مثلا في عمان البوست كود نفس المنطقة الـ street number للمدرسة نفسها مثلا 11 السنة اللي بلشت فيها دراسة مثلا أنا بلشت بشهر تسعة الفين وعشرين وخلصت بشهر ستة لازم نكتب صفر ستة الفين وواحد وعشرين ننتبه يا جماعة أنه التاريخ لازم يكون عبارة عن شهر مع السنة والشهر عفوا والشهر لازم يكون فيه صفر يعني مثلا شهر تسعة نكتب صفر تسعة شهر ستة نكتب صفر ستة إلى آخر الوقت المتوقع للتخرج هي عبارة عن سنة واحدة يعني نفسها من نكتب ستة الفين أو الوقت المتوقع عفوا للتخرج من البكالوريوس في إيطاليا مثلا بكتب مثلا شهر ستة الفين واربع وعشرين بعد هيك هون منختار اتناش ضروري نختار هون اتناش يا جماعة بعد هيك رح نحمل الملفات المطلوبة مننا الملفات ببساطة هي عبارة عن شهادة الثانوية وشهادة المفوضية والإيدي التي هي الهوية الأمنية الممغنطة هون نرفحهم عن طريق البيدي اف يعني يكونوا محملين بيدي اف ملف البيدي اف يحتوي على شهادة المفوضية وشهادة أو عفواً الهوية الأمنية الممغنطة بكبس على اتوجه الى الملف بروح بحمل الملف اللي انا اه رافعه اه برجع على الشهادة ايضا برضو برجع برفع برفق هاي الشهادة طيب بعد ما ارفقت الشهادات يا جماعة هون بيسألني شو هو التخصص الانتحاب تدرسوا ففي عندنا عدة تخصصات ففي عندنا الى اتọiلات الاقتصاد وبس هاي بتكون باللغة الإيطالية وفي عندنا العمال بسينز بولي تيك خلائع ففي عندنا الـ بسينس expectations هاي بتدرس باللغة الأغístيت اللي هي ادارة الاعمال والعلوم الاجتماعيةretو والصحافة والاعلام وفي Itu Our choices الهي ادارة علوم الحاسوب فمنختار التخصص المناسب بعد هيك بنكبس على يس 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 هاي هون شروط الموافقة واخر اشي بكبس على Submit Form هيك نحن بنكون اصدقائي قدمنا على هاي المنحة كل امورنا تمام مية بالمية بننتظر ان شاء الله الموافقة من ادارة المنحة هيك اصدقائي نحن بنكون اتمامنا عملية التسجيل على منحة جامعة لويس الايطالية لدرجة البكالوريوس للاستفسار والمساعدة يرجى مراسلتنا على مواقع اكاديمية ميتزو رح تلاقوهم عندكم بالشاشة لا تنسوا الاشتراك بالقناة والدعم بلايك وتعليق وضروري تعملوا شير لاصدقائكم وكل التوفيق لكم السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة